بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد النهاردة باذن الله جايبا لكم موضوع بالنسبة لموضوعات البحث ان كذا حد بعتلي على الانبوكس بتاع اليوتيوب ويقول لنا المفروض ان احنا هنعمل ايه في البحث ازاي وازاي نعرف ان البحث بتاعنا ده مقبول في الوزارة اول حاجة هعرفكم المحتويات البحث ده عبارة عن ايه محتويات البحث عندنا ان احنا هنكتب اول حاجة عندنا هو اسم المشروع يعني مثلا هو الموضوعات البحث اللي عندنا هم اربعة في سنوات النقل اربعة ايه هم السياحة والطاقة والصحة والماء فاحنا المحتويات بتاعتنا بتاعت البحث دي عبارة عن حوالي سبع حاجات ايه هي اول حاجة عندنا هو اسم المشروع تاني حاجة هنكتب كود التلميذ اللي احنا طلعناه من بطاقة الرقم القومي زي ما احنا عارفين طلعنا اه اتشهاد تلميذ بتاعت الطفل يعني طلعنا منها الكود بتاع التلميذ فلو مثلا مجموعة من الطلاب عملوا آآ البحث ده فالمفروض ان احنا هنكتب الاكواد بتاعته بوش هنكتب اسم التلميذ ولكن هنكتب الاكواد يبقى اول حاجة محتويات البحث عندنا اسم المشروع تاني حاجة عندنا كود التلميذ سواء مع مجموعة او لوحده هو عندنا سات الوزير قالنا ان احنا المفروض لاما هيعمل الطالب لوحده لاما آآ مجموعة من التلميذ حد اقصى حوالي خمسة يعني اعلى حاجة عندنا خمسة خمس طلوع طيب تالت حاجة عندنا هي المقدمة والمقدمة دي عبارة عن توضيح لموضوع البحث الذي تم اختياره وكمان بنحدد النقط الرئيسية اللي احنا هنكتب عنها طيب المقدمة دي المفروض بتابع عبارة عن كام آآ كلمة المفروض عندنا هتقبل من حوالي عشرين لخمسة وعشرين كلمة ما تقلش عن كده طيب رابع حاجة عندنا هو موضوع البحث هنختار زي ما احنا شايفين كده الاربع انواع من الابحاث هنختار منهم بحث يعني مثلا لو اتكلمنا عن السياحة المفروض ان احنا هنجاوب على الاسئلة الموجودة تحت آآ الموضوع ده يعني مثلا السياحة هناك تبلينا ايه اهم الاماكن السياحية وما تشتهر به واهم منتجاتها مثل لوحة سيوة والنوبة تاني حاجة عندنا اختر احد الاماكن اختر احد هذه الاماكن ونظم رحلة لها محددا عدد الافراد ووسيلة النقلة المناسبة لهذه الرحلة ووزع عدد الافراد على عدد الحافلات موضح عن عدد الافراد في كل حافلة طبعا انا عايز اقول لكم على حاجة ان الموضوع البحث لازم يكون شامل في مادة اللغة العربية والانجليزي وكمان الماث وبالنسبة اللي هما بيدرسوا دراسات اجتماعية برضو المفروض وهكذا فالمفروض دلوقتي هو هنا موضح لنا ايه ميدخل كمان الماث في الموضوع البحث الموجود قدامنا يعني بمعنى ايه بمعنى بيقول ان احنا المفروض هنوزع عدد الافراد دي ان احنا نظمنا الرحلة والرحلة ديت هنوديها مثلا لواحد سيوة او النوبة او اي حاجة من المكان دول من احد الاماكن دي وبعدين المفروض ان احنا هنوزع عدد الافراد على عدد الحافلات دي ونشوفه في كل حافلة هتسيع كم فرد ده معناه او هتسيع كم فرد ده معناه ان احنا كده دخلنا برضو الماث او الرياضيات في البحث طب تعالوا قلولي المفروض موضوع البحث ده المفروض هيبقى من كم كلمة من حوالي 200 الى 250 وخمسين كلمة طيب بالنسبة مثلا للسياحة هنكتب مثلا المفروض في الانجليش مثلا بالنسبة للانجليز اللي احنا هنكتبه المفروض نكتب لغاية عشر كلمات نكتب مثلا لافتة ان احنا كلمة مثلا او لافتة بنعبر بيها ان احنا بنرحب بالسياح يعني كلمة كلمة ترحيب للسياح او للسياح طيب ده بالنسبة مثلا للانجليش قلنا كده يبقى احنا دخلنا الموضوع البحث باللغة العربية ويه كمان بالانجليزي ويه كمان بالماث طيب بعد كده المفروض ان احنا هنتعرف عن نتائج المشروع يعني هنحط الحاجة اللي احنا استفدناها من البحث ده او من المشروع ده يعني احنا مثلا هنتكلم عن الكهرباء المفروض ان احنا هنستفاد ان احنا هنوفر في الكهرباء مثلا ونرشد استهلاكها وهكذا طيب الحاجة اللي بعد كده المفروض هنعمل خاتمة وبعدين المراجع او المصادر او الرقم سبعة اللي هو المراجع او المصادر إن احنا خدنا منها المواضيع دي أو الموضوع دا سواء مثلا من المكتبة الرقمية أو من كتاب المدرسة أو من مكتبة المدرسة أو من أي حاجة احنا أخدنا منها المشروع دا طيب أنا عايز أوضح لكم حاجة زي ما أنا أوضح لكم كدا الصورة اهي لو تلاحظوا كدا عند واحد سيوة أو النوبة عمل لنا اللون اسوت شوية عن بقية الكلام ليه؟ علشان ده المفروض الكلام ده هو المفروض اللي هندور عليه في البحث علشان يسهل لنا ان احنا هصلنا على المشروع كويس جدا واخدنا مثلا معلومات كافية عن واحد سيوة او النوبة وهكذا طيب انا دلوقتي امتى اعرف ان المشروع بتاعي ده مقبول يعني انا دلوقتي هاعرف ازاي ان المشروع بتاعي ده اتقبل بالنسبة للموضوع ده اللي يعتبر المشروع بتاع الطالب مقبول اول حاجة لازم نكتب عنوان جذاب للمشروع يعني مثلا انا بتكلم عن الماء المفروض انا مثلا ممكن اختار عنوان مناسب مثلا اقول الماء سر الحياة مثلا ده عنوان جذاب للمشروع طيب تاني حاجة بنعرض المشروع بطريقة منظمة وكمان سيادة الوزير قال ان ياريت الطالب يكون هو اللي جمع اكيد طبعا لازم الطالب هو اللي يجمع المعلومات وحتى لو كتبها بصيغة بصيغته هو ده يعتبر مقبول احسن من طبعا ولاي الامر ما يكتبه ما ينفعش ولاي الامر لكن انت المفروض ان انت بتساعد ابنك او بنتك ازاي ان هم يبحثوا عشان نعرفهم بعد كده لو استخدمنا المواضيع دي فيما بعد في السنوات المقبلة ان شاء الله يكون الطفل قادر على البحث على الانترنت طيب بعد كده عندنا تالت حاجة بنستخدم مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة يعني احنا احنا طبعا بالنسبة للصف الثالث الابتدائي هو كانوا اخدين مشروع عن اقصد موضوعات عن الماء في اللغة العرامية المفروض ان هو هيطلع الطالب الكتاب بتاعه المدرسي ويدور عن احنا اخدنا ايه في الماء المفروض وكانوا بيدرسوا كمان السد العالي والكهرباء وتوفير الكهرباء وترشيد الكهرباء ولازم نربح حاجة نلتزم بعدد الكلمات زي ما انا قلتلك في بداية الفيديو ان المفروض المقدمة بتاعتي من 20 ل 25 كلمة وكمان موضوع البحث من 200 ل 250 كلمة وكمان الانجليز المفروض اللي احنا هنكتبه حوالي 10 كلمات وعايز اقول على حاجة ان احنا لو عملنا لافتة مثلا انا قلتلكم دلوقتي المفروض لو احنا افترضنا ان احنا بنتكلم عن السياحة فهنكتب كلمة ترحيب للسياح او مثلا لو احنا كتبنا عن الماء فهنصمم لافتة على شكل المستطيل فنكتب مثلا الحافظ على الماء تمام في اللافتة جواها دي ولازم يكون اللافتة المستطيل دوت عبارة عن الطول زائد العرض في اتنين ونكتبه طبعا هنشوف احنا اسمنا الطول كام والعرض كام ونكتبه باللغة العربية وكمان باللغة الانجليزية ولازم نلتزم بجميع محاور المشروع يعني لازم يكون المشروع بتاعنا كامل من كل المحاور اللي هو او النقاط اللي انا وضحتها لكم دي سادس حاجة لازم مراعاة القواعد النوحوية والاملائية وعلامات الترقيم يعني لازم نكتب النحو كويس جدا ولازم نكتب الاملاء صح مش يكونش فيه اخطاء وكمان علامات الترقيم اللي هي النقطة والفصلة والفصلة المنقوطة وهكذا طبعا انا كده عايزة اوضح لكم ان كمان في حاجة عايزة اقول لكم عليها ان بيترفض المشروع امتى لو تطبق مع مشروع اخر يعني مثلا لو فيه واحد زميل ليا مثلا كاتب مشروع فاروح انا واغداء ونقلب الزبط موديا طبعا كده هيعتبر الطالب اه مش ناجح وكمان مش مقبول البحث بتاعه طب هيحصل ايه في الموضوع دوت؟ هيحصل ان الطالب للأسف هيمتحن فيه اول سبتمبر ان شاء الله قبل المدارس هيمتحن فيه المنهج بتاعه والدراسية عادي خالص مفيش مشكلة طبعا انا كده وضحت لكم الموضوع كله وبيتكلم عن ايه علشان كده حد ازاي تسألوني ازاي ان احنا بنعمل بحث ان شاء الله مقبول باذن الله والوزارة يعني ان شاء الله وينجح الطالب ينتقل للسنة الدراسية الاخرى بكده يكون ان شاء الله نهاية الفيديو لو عندكم اي استفسار ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات واذا عجبكم الفيديو ارجو عمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ليصل لأكبر عدد ممكن مننا ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته